طيب أول ما قولك الأمن السيبراني طبعاً انت هتتخضى أول ما قولك المؤتمر وما فيه فهتلاقي اسم المؤتمر اللي وحده كده يقلق بس خلولي الأول أرحب بالدكتور الشريف حازم نور الدين وكيل محافظة البنك المركزي للأمن السيبراني أهلاً 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 يا دكتور أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً محضرتك الأخبار كله تمام؟ كله تمام فن الحمد لله المؤتمر والمعرض النهاردة مش بس بتاعنا لكن كمان كان عندنا ضيوف من دول صديقة ودول شقيقة وأعتقد أنه ما تم عرضه في هذا المؤتمر وما تم عرضه بناءً كمان على كلمة حضرتك يا دكتور مش بس لقى استحسان هو لقى إعجاب شديد بل ومهول صح ولا أنا غلطان؟ والله ده توفيه من ربنا الحمد لله ده يعني مجهود المؤسسة كلها بما فيها من قيادات وبما فيها من حاملين يعني أنا كان كل اللي على أن أنا قدمت الشغل اللي تعمل في الفترات اللي فاتت الحمد لله الحمد لله طيب هذا الإحساء استحسان هذا القبول هذا الإعجاب معنى أن مصر وصلت لمرحلة في هذا المجال ألا وهو الأمن السيبراني وتأمين المعلومات إلى أظن مستوى عالي بل أقدر أقول أنه مستوى عالمي يعني زينا زي الدول الكبيرة إحنا مستقبلنا في ده إلى أي مدى؟ مستقبل تعاوننا مع الدول الشريكة الصديقة المجاورة شكله إيه؟ والله طبعا الحمد لله أنا دايما كنت لين تنحدث في المحاضرات اللي بيديها للطلبة من زمان وأثناء الدراسة الخارجية كان بيقولوا أن المصري في مجال الأمن السيبراني بالفطرة يعني بالفطرة هو المجال دا إحنا مميزين فيه دبن يمكن حتى من أوائل الشفرة اللي صنحت في العالم للناس كلها وده فخر المصريين يعني الشفرة ابتدت بأقوى شفرتين في العالم حدث معها RSA ودي اللي شغل في كل الطبيقات العالمية RSA دي أشهر شفرة بيشتغلوا بيها في العالم كان بيجابهها في نفس الوقت شفرة الجمل الألجوريزم اللي مننا ما يعرفش الجمل الألجوريزم الجمل الألجوريزم دا اختصار لإسم دكتور محمد طاهر الجمل وهو يعني من الأساس الفاضلي مصري خريج دمع اسكندرية وهو يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية وهو أساس اختراع الشفرة اللي بمسميها ذات المفتحين فاحنا العالم كله يدين بالفضل حتى يومنا هذا كلام دا من السبعينات إلى العالم المصري والأستاذ الدكتور محمد طاهر الجمل بإنشاءه لشفرة الجمل المستخدمة حتى يومنا هذا شوف بقالنا يمكن خمسين سنة من اللي عملها المصريين احنا كل اللي بنعمله ان احنا الشعب بتاعنا يتميز بالابتكار دي حقيقة والله يعني احنا عندنا دايما الشباب المصري لو اتحط في تدريب مظبوط وقامن بفكرة معينة انا شفت في المجال اللي انا فيه ده انجازات ما شفتها الشباب خالص يمكن معالي وزير الدولة للترمية الإدارية الأسبق الدكتور رحمة الترويش كان بيتكلم في المؤتمر سابق وبيقول ان انت اعلى معدلات مصر على خلاف المعايير العالمية في جميع المجالات يمكن من اعلاهم الامن السبروني ودي حقيقة بتؤكد اللي اقوله لحضرتك من ريادة الشعب المصري في هذا المجال احنا عندنا توادر لما بتتعلم في الصناعة اللي ده ان حرارت فضلت وقلت الصناعة الواعدة دي تمام هم دول الجيل المستقبل هي دي القوة الناعمة لجمهورية مصر العربية اللي احنا بنستقله احنا طبعا الموضوع بحكم انه طبيعة الامن السبروني موضوع جديد وما هواش وارد على الازن حتى يمكن الكلمة السبروني دي ترجمة حرصية لما يسمى بالسايبرستيس او الفضاء السبروني او كل ما هو كونكتد بشبكة المعلومات فالكلمة نفسها ترجمتها صعبة والناس مش فهناها ولكن انا بقول لحضرتك مفيش تحول رقمي وما فيش صناعة مستقبل من غير امن معلومات وطبعا شرفت ان انا يمكن في مجال عملي من فاعة رجوعي من المملكة المتحدة الى مصر ان انا اتحطيت في ظروف فضلا عند ربنا سبحانه وتعالى وزارة الاتصالات ابتدت فيها العمل مع انضمامي الاخير لمؤسسة البنك المركزي وده حق والله انا بنسيبه لاصحابه احنا في البنك المركزي حلمنا بحاجة معينة نعملها ونشوف كوادر ونبلي قطعات وندرب ناس بمفهول مختلف كانت نتيجته بعد اربع سنين النهاردة ان احنا بنقول زي ما حضرتك قلت احنا بنعلن يعني والكلام ده هينزل في الدراية ممكن بكرة انضمامنا لأكبر مؤسسة عالمية اسمها الفرست او اللي هي الفراموف انسدانت رسبونس تيم كأول مركز امن معلومات قطاعي قطاعي يعني ايه؟ يعني مسؤول عن قطاع الامن الستراني في القطاع المالي كله احنا مسؤولين عن تأمين البنوك وشركات نظم الدفع المرخص لها من البنك المركزي المركز ده لما ينضم نضم المجموعة الفرست بعد اختبارات يعني مش قادر نقول لحضرتك بقالهم اربع سنين بننشئ في المركز وبناخد اعتماد ثم حوالي تلت تشهر مراجعة مباشرة سواء فيزيكا او تقييم للإصطاف اللي بيشتغل وتقييم لشهادتهم وتقييم للمعامل المنشأة التابعة للبنك المركزي علشان ننضم لهذه المنصمة هل المنضمان ده شرف يا سيد يوسف لا انا بقول من عند حضرتك الانضمام ده سيدته ان انت بتشارك مع دول العالم حوالي 600 مؤسسة في العالم كل اخبار امن المعلومات والحوادث اللي بتحصل على المؤسسات قبل اي دولة تانية النتيجة انضمامك النهاردة بعد تلت ديام من الانضمام انا بيديلي في اليوم حوالي 50 رسالة عن كل احداث الامن السبراني اللي بتحصل في العالم وده بقوله لحضرتك يمكن احنا فخورنا النهاردة او انا فخورت يعني بان انا بتكلم قدام الدول العربية وبقول لهم احنا دلوقتي عملنا حاجة جديدة التكنولوجيا طول امرأة موجودة لكن اللي احنا عملنا في مصر هو توطين لاستخدام التكنولوجيا طيب انا هنا احنا انشأنا كوادر حاليا دلوقتي المركز عندنا في البنك المركزي يمكن بيقرب من السبعين فرض سبعين محترف سبعين يعني ده مش محترف ده سبعين عقل مهول علشان كده انا خليني هقولك بمنتهى البساطة انا دلوقتي بتكلم مع الدكتور الشريف حازم نور الدين الراجل ده اللي هو سيادتك المسؤول عن تأمين كل المعاملات المصرفية او غيرها اللي بتتم على السايبر سبيس يعني الانلاين بايمنت باشكاله المختلفة بلاتفورمز او تولز زي الوالتس الاخ 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 فالراجل المسؤول عن التيم اللي بيعمل كل ده في جمهورية مصر العربية او الدكتور الشريف حازم نور الدين مظبوط الكلام يعني انا بقود مجموعة من زملائي ومسؤولين فلننحي التواضع جانبا خلينا خلينا ننحي التواضع جانبا يعني ده كلنا مسؤولين عليها حلو بس مين قائد المجموعة دلوقتي انا فان حلوة انا لا اتهرب من المسؤولين ايوة لا دي حاجة حلوة استنى بس وبقول ان انا ورجالتي لا ما انا عارف بس ادعاك انكش بتهرب انا بقولك ده انت بتحول دلوقتي ايه يعني ننحي التواضع جانبا خلينا دلوقتي اللي احنا عملنا ده اللي احنا عملنا ده دكتور الشريف هيخليني اروح لحتتين انت راجل عشت في انجلترا ودرست وتعلمت واشتغلت عاشر سنين شفت الجماعة الاجانب دول بيشتغلوا ازاي والجماعة الانجليز دول انت عارف اكتر مني دول متيكلس يعني دول بتوع دي تيلز دي تيلز غلسين فانت شفت الكلام انا النهاردة اقدر اقول ان انا عندي منظومة امنة زيها زي كل الدول اللي في الدنيا او يمكن اكتر شوية من بعض الدول او زينا زي دول العالم المتقدم نمرة واحد والله المنظومة اللي عندنا اقدر اقول وانا يعني وانا يعني الحمد لله اقول ان المنظومة اللي نشفزت في الكطاع المصرفي عندنا طرقة بل ويمكن احسن من دول كثيرة في العالم حلو وده بشهادة الخبراء وليس بشهادتنا يعني احنا عاملين منظومة بيستفيد منها العالم كله احنا بنشير حتى البيانات اللي بتتم عن دلالات الاختراق اللي بتحصل في مصر مع دول العالم لان فامن المعلومات بالذات يا سيد يوسف شيرينج اهم حاجة شيرينج ستيرينج يعني هم بيفيدوني زي ما أنا بيفيدهم خذ بالحضرتات من حاجة طبيعة الجرائم اللي ممكن بتتم في المنطقة العربية مختلفة بفكر تماما مختلف عن طبيعة الجرائم اللي بتتم برا فهو بيتعلم مني زي ما أنا بتعلم منه طيب انت الشكر الوحيد اللي احنا يمكن تميزنا به قوي ان احنا الدول العالم كلها بتشتري التكنولوجيا انا حاولت ونحسب من الله يعني يكون ربنا وفقنا ان احنا قبل ما نشتري التكنولوجيا نعلم البشر القادرة على تطويع التكنولوجيا اللي انت تقدر تنقله هي التكنولوجيا قادر انقل التكنولوجيا وبروصيس من اي دولة في العالم وكنا بندرس برا وعشنا معاهم وعندنا المراجع بتاعتهم لكن الشطارة في هذا المجال هو الفرض اللي يقدر بنفسه يستغل التكنولوجيا دي ويطلع احسن ما فيها حلو وده الحمد لله بالانجازات اللي معمولة على الارض في هذا المجال في الكطاع المصرفي وفي الكطاعات الاخرى برضو خد بان حضرتك يعني احنا عندنا الفيرت المصري يمكن كان ثبات ووزارة الاتصالات وانشئ من فترة قابلينا ولو نجحات في هذا المجال انا بتتلم ان احنا خدنا مبادرة منفردة بس للقطاع المالي طبعا خد الحرار زمان كان القراصنة او السرقة بتبقى لفرج العضلات يعني واحد يقول لك ده انا اكبر هاكر في الدنيا ويطلع في الميديا ويتصور انه عمل حاجة يعني اطنورمان صح دلوقتي الموضوع كله منصد على المادة والمادة موجودة في القطاع المصرفي فاحنا اكثر ارضة في اي دول من دول العالم القطاع المصرفي بطبيعة انه هو اللي في الفلوس هو ده اللي بيتعمله قد تاك لما نقدر نقول ان احنا فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى احنا مش معصومين من الخطأ ولا بنقول ان احنا مية في المية الكمال لله وحد ولكن بنقول إلى أقصى معلومات من الخبر اللي موجودين احنا مأمنين المنظومة وربنا يكرمنا ووفقنا تايما يا رب ان شاء الله يا رب ده يخدني للسؤال التاني انا هطول عليك حب انه أمآن الاوان انه نبدأ في ان احنا ننقل خبراتنا دي لدول مجورة شقيقة صديقة زميلة حبيبة يعني اقدر ننقل الخبرة بتاعت دكتور شريف والتين بتاعه خبرة البنك المركزي المصري الى بنوك مركزية اخرى في المنطق وده برضو يعني بفلوس والله ايه احنا والله ده طبعا يعني ده توجه بتوجه رائع وبنفكر في هذا الكلام في البنك المركزي لان احنا جلنا طلبات يمكن رسمية وفخامة السيد المحافظ عندنا وقع اتفاقية مع دولة من الدول الافريقية انهم طلبين استشارتنا مش علشان ما بيخدوهاش من الدول الاجنبية ولكن عارفين ان احنا فابقت التجربة بتاعتنا مختلفة شوية ان احنا نفذناها بايدين يعني اتنفذت بايدين اولادنا فهم عايزين ننقلهم نفس الخبرة ونعلم رجالتهم انهم يقدروا يعملوا نفس الكلام انا كان دايما الفكر قبل ما نبتدي المنظومة كان الامام الشفعي رحمة الله عليه بيقول ما حكى جلتك مثل ظفك فتولى انت جميع امرك المجال ده بالذات اللي بنسميه القوة النعمة ويمكن حضراتكم في المؤتمر النهاردة تطرقنا مع الزمل كلهم على الحروب السبرانية وانها انا بحس انها او بتسمى بالقوة النعمة يعني لو حراج شفت الحروب بين الدول الاجنبية كان زمان بنسمع واحنا في المدرسة ونقول تمهيد نيراني يعني قبل المعركة يبقى فيه تمهيد نيراني في معركة اكتوبر او وطف دلوقتي بقى تمهيد سبراني يعني بقى قبل المعركة ما تتم يبتدي الدولة تتلاعب بالبنية التحتية للمعلومات اللي هي اساس الحياة حياليا في العصر الحالي بانها تعمل هجمات سبرانية تعطل مجرى الحياة تؤثر على الاقتصاد وده فرحا شفناه من اول يمكن حرب الكترونية نشأت من اول دولة فيرجينيا سنديمتن 2007 وابتدى ما يسمى بالحرب السبرانية وابتدى الدول فعلا تبني اقتصادها على هذا الكلام أنا شفت سايبر ما بين قلت الصين وامريكا من كم سنة ندي ثقة يعني كان بنقول يا استاذ يوسف الامن السبراني ده ثقة يعني علشان تحط فلوسك في البنك وعلشان تستثمر في دولة وعلشان تبقى نطمن لها لازم تتطمن ان انت ظهرك محني يعني قبل ما تطلع بتطبيق للدجتال ترانسفورنيشن والتحول الرقمي والفاينانشال انك تعمل اواتيش للناس والناس تشتغل بالتكنولوجيا الثقة اهم حاجة انا هشتغل بالتطبيق لو انا واثق ان التطبيق ده مؤمن وان فلوسي في امان سيدة القطاع بتاعنا واللي احنا حاولنا نعمله على مجال خمس سنين ونحسب من الله ان احنا نجحنا في ده من الدعم اللي احنا واغدينه ان احنا نأمن الناس على مجريات امورها في اهم مقطعات الدولة اللي فيهم فلوسهم حصل حصل تمام وده اللي احنا بنقيله عايزين نساعد الدول ما عندناش اي مانع بل بالعكس احنا قادرين ندي ونعمل نوهاو ترانسفير للاشقاء طبعا والتوده بيبقى طبعا من خخام اصداد المحافظ والدولة اذا كان التوارج وده يبقى بفلوس ولا يبقى ببلاش ولكن احنا الحمد لله قادرين على نقل التكنولوجيا للغير بالمجهود بتاع التدريب والثمار بتاع الناس اللي موجودة حد ده احنا متعلمناش ببلاش برضو فاحنا لازم ندي خبراتنا برضو إلا يعني لو الدول دي حبيبتنا قوي فممكن ايه يعني نشيل عنهم شوية مفيش مشكلة طب بقول لي حتى ايه بقى دكتور انت تنورنا الاسبوع الجاي ايه رأيك يعني فتحت نفسي للكلام على هذا الملف وعلى مستقبل الصناعة دي فايه رأيك كده الاسبوع الجاي تنورنا وتشرفنا نقعد قاعدة لطيفة نقعد نتكلم أكتر نفهم أكتر وقد تكون في هذه الجلسة برضو المزيد من التحفيز لأجيال جديدة زي ولادنا ان هم يبدأوا يخشوا بقلب فيه تعلم اساسيات هذه الصناعة ماشي والله تحت عمرك طبعا بعد إذن طبعا في حمط المحافظ ولكن انا عايز اقول من التلفزيون هنا مع حضرتك حاجة مهمة او وانا بدرس في الكلية في كلية الهندسة والطلبة كان دايما بقول للناس كان حاجة تعلمتها برا بيقولك دي بارت اف زي سيليوشن او دون توك او خليت جزء من الحل او لا تتحدث عن المشكلة خليت جزء من الحل ما توقفش بعيد وتقول لي تنظر معايا لا انا بقولك تعالى واشتغل هتتدرب في مجال جديد وانعلمك وانت من اشطر الناس اللي بتتعلم اوعى تفكد الثقة انك في يوم من الايام ممكن تتعلم بل بالعكس ان شاء الله يبقوا احسن مني واحسن من التيم اللي معايا والفرصة موجودة وهو ده العصر اللي جاي يعني انا بقول لتلمزتنا والكل لولدنا انا بقول امن المعلومات هو اللي جاي والله ربنا وفقه ووفقنا ان شاء الله يا رب خلاص احنا ان شاء الله يعني معالي محافظ البنك المركزي حسن بك عبد الله يوفق لنا على هذا اللقاء كده وتيجي تنورنا نقعد نتكلم بالراحة نورتني وشرفتني الدكتور شريف حازم نور الدين وكيل محافظ البنك المركزي للامن السيبراني اشتركوا في القناة